الخبر الولي عندنا عن انجازات اليوتيوبر فاول يوتيوبر الذي عمله هو نور مار وصوله حسبها بالتيك توك ليه 12 مليون متابع فإن شاء الله التنسىatic لهاcherي 서شين Mundون يعرب وطبعا لاتنسى اليها حبايب وانم تبركينها بالكومنتات اما اليوتيوبر الثاني الذي انけてك السياه وصوله حسبها بالتيك توك ليه 3 25 مليون متابع فانشاء الله التنسىatic من التنسى الحبايب باسم ا Lilith وطبعا لاتنسى اليها حبايب انو تبركونها بالكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر اللي عدنا هي نورستار فنورستار نزلت على سبب الانستغرام هذا الستوري اللي تعلمي خلال انه راح تنزل مقطع راح يكون جزء ثاني من الفلوك عمليتها وتقولنا اكوه اشياء غريبة وعجيبة راح تصير اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو طارق الباشا وفضحت الماء الجمال وكشف حقيقتها باشياء غريبة وصاد مزاق 18 حتشوفوها وهو نزل مقطع بهذا الخصوص راح تقوموا يا رابط بالوصف راح تشوفو بالكامل واكتشوفو اش قدهية وصخة واحدة بلا شرف واشتسوي اشياء كلش غريبة هتنصدمون فعليا الخبر الثالث اللي عدنا عن غيث مروان وفاة جدة فغيث مروان نزع على ثبب الانستغرام شوي تستوريات واللي كاتبيها انتقل لي رحمة الله جدي ادعو له بالرحمة الله يرحمك يا جدي ويتكنك في سميع واللي كان كاتبي انتقل لي رحمة الله جدي يهودونه بالرحمة الله يرحمك يا جدي ويمكنك في سيح جهن الخبر الثالث اللي عدنا عن غيث مروان وفاة جدة غيث مروان نزع على ثبب الانستغرام شوي تستوريات واللي كاتبي انتقل يا رحمة الله جدي يدعو لنا بالرحمة الله يرحمك يا جدي ويتكنك في سيح جناته فالله يرحم يا رب ويجعل مسواد جنة وطبع يا حبايب لاسنسون انه تفجرون الترحمات بالكومنتات الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة ماية الجمال وسبها السبزة 18 على أنس الشايب قبل حوالي سنة ونص واختها تغريد دزت لهذا الفيديو وطلبت من عندي أني أفضحها على متزداد شوية شهرة راحطكم هذا الفيديو اللي كانت بي أنس الشايب دتسوب بي أم أنس الشايب سبزة 18 زبزة 18 وفي المقطع وما بتفرق عندي من إنستجرام كان فشرة عينك أنا طلعتك عشان أهزأك قدام الناس بس ما إجتوا الفرصة يعرفت كيف لأنه النت عندك زبالة مع معك مصاري تعبنت لأنك إنسان شحاد مستوىك زي مستوى إجري وهذا البعبوس في قص إمك يا ابن الشرموتة وإمك شرموتة أنت الخبر الخامس اللي عادنا عن تهجوم المتابعين على نور مار نور مار نزع على سبب الإنستجرام شوية ستوريات والشالة ويا رويدة والبناء يصوروا إياها بالعادة تيك توف فتهجموا على المتابعين أن ليش تصوروا إياها وأن ليش طالعين ويا بعض بعد نزل هذا الستوري وضع في المتابعين أنهم مجرد أصدقاء وأنه أبوه أمه كان موجودين وياهم وصار يحكي بيشو يتكلم حطكم يا شوز أعزي مفرطوني ضحك على رسائلكم يعني طلعان مع البنت وأمه معه وأبوه معه جاي على الطريق يعني طلعانين عائلة وبرجع بسألوني ليش طلعان لحارك معنا يعني كيف هاو هاو لا وبسطورنا هنا وصلنا إلى المقطع أتمنى يا حبيب أن نوصي هذا المقطع 50 ألف لايك واثق بكم وبس شعيكم في زي ما قطم منك القصص وشوفوا مقطع طارق الباشا مع السلامة